اهلا بكم مشاهدين الكرام في حصاد عام 2022 والذين استعرضوا فيه اليوم ملف التظاهرات الشعبية المتواصلة في العراق رغم القمع الحكومي والميليشيوي ورفض المتظاهرين للعملية السياسية الفاسدة ومخرجاتها القائمة على المحاصصة فمنذ بداية عام 2022 وحتى اليوم تواصلت التظاهرات وان غلبت على بعضها المطالب إلا أن شعارات المتظاهرين لم تخلوا من الهتفات المنددة بسلطة الأحزاب الطائفية ففي شهر آذار تجددت التظاهرات في ذيقار وعدة محافظات عراقية احتجاجا على إصدار حكم بإعدام أربعة من المتظاهرين من متظاهري ثورة التشرين بدعوة كيدية حيث وصف المتظاهرون القضاء بالفاسد والخاضع لصدوة الميليشيات وفي شهر نيسان خرجت تظاهرات للمطالبة باستعادة زخم ثورة التشرين ورفضا للأحزاب الفاسدة المتصارعة على السلطة ممثلة في التيار الصدري والإطار التنسيقي وتواصلت التظاهرات في شهر أيار تحت شعار لا إطار ولا تيار رفضا لتحكم الأحزاب الفاسدة والميليشيات في المشهد السياسي العراقي واقتتالهم على المناصب بدلا من تغليب بصلحة الوطن وفي ذكرى انطلاقتها الثالثة وتحديدا في شهر الأول في تشرين الأول من عام الثين وعشرين تجددت التظاهرات في عدة محافظات تأكيدا على استمرارية الثورة ورفضا للعملية السياسية القائمة وفي الخامس من تشرين الثاني أشعل قرار السجن ثلاث سنوات للناشط حيدر الزيدي بتهمة الإساءة لميليشيا الحجد موجة غضب وتظاهرات كان للناصرية النصيب الأكبر منها حيث سقط فيها شهداء وجرحى برصاص قوات الأمن الحكومي وهو ما اعتبرته مؤسسات حقوقية استمرارا لنهج القتل بفتوى خامني وردا على سجن حيدر الزيدي قرد منظمة هيومن رايس ووتش انه بينما يفلت عشرات المسؤولين والميليشيات من العقاب على قتلهم النشطاء والمتظاهرين فإن القضاء في العراق يستخدم كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة وضمن مساعي أحزاب السلطة لتضييق الخناق على التظاهرات الرافضة لسلطتها أعادت مجددا عبر ممثليها في البرلبان محاولة تمرير قانون جرائم المعلوماتية ببنوده الفضفاضة ومن بينها وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل عدة أيام حال الرغبة في تنظيم تظاهرات يشترط فيها أيضا أن لا يتعدى وقتها لساعتين فضلا عن فقرات لربما تتسبب بإلقاء القبض وسجن المدون أو الناشط لعدة سنوات وترسيخا لمفهوم جمهورية الخوف تحاول حكومة الإطار التنسيقي وهي الواجهة السياسية للميليشيات سن قوالين تتيح لها استخدام آلة القتل ضد كل منتقديها ورافضين لحكمها الطائفي وفقا لموقع المونيتر الأمريكي هذا كان استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف التظاهرات الشعبية المندلة بالعملية السياسية شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله